دلوقت احنا عايزين نقرأ مع بعض رمية خامسة يعني على الشاشة وممكن تطلعوه بين ايديكم فإيه قد تبررنا؟ تبررنا بالإيمان الذي يؤمن بالمسيح يدخل جوه المسيح يتبرر ببره خلي بالكم بر المسيح كل بر بعمله اسمه البر الايه؟ هذا البر الذاتي فالصو فالصو انت عارفين زي ايه في مجال الاموال مفروض كل ورقة بنكنوت فيها فلوس زي كده يكون بنفس قيمتها حاجة اسمها ايه؟ بتوع البنوك يقولون الغطاء الذهبية للعملة الغطاء الذهبية للعملة فيبقى قيمة الجنيه او الخمسين او المية او المتين قيمتها مش في الورق في الغطاء بتاع العملة لما بيحصل بقى مشاكل زي عندنا في مصر بيعملوا ايه؟ في مشكلة فلوس اطبعوا فلوس ووزعوا على الناس فهيحس هيحصل ايه؟ ان قيمة الفلوس تقل اللي كنت ممكن تشتريه بمليون جنيه النهاردة عايز خمسة مليون اللي كنت بتشتريه بنص مليون نهاردة وهكذا لان نطبع فلوس مالهاش ايما نطبع فلوس مالهاش ايما دي البر اللي انا بعمله بعيدا عن المسيح مفيش غطاء زهبي عندما ادخل في المسيح يصير ما اعمله معمولا بالمسيح لا افتخر بيه لا افتخر بيه لان ده عمل الله فيه فده بر المسيح لانا متغطي بيه الغطاء الزهبي لأعمالنا بر المسيح اعمل بر زي ما انت عايز تعمله في الاخر كأنك انت في البيت جبت ورقة وانت فنان ورسمت صورة العملة المالية وتبقى مزورة وتوديك في السجن لكن عايز تبقى البر بتاعك ليه ايما بالمسيح